أهلا بك يا فن أهلا بحضرتك طيب أخبار حلوة قوي أن احنا نسمعها أن الأسعار نزلت وأخبار حلوة قوي أن احنا عايزين أنه في جميع الأسواق في جميع المناطق تبقى الأسعار وحدة أسعار موحدة ولكن احنا عايزين نعرف ده هيكون مسئولية مين أن الأسعار تكون موحدة تفضل يا فن يعني حضرية خلينا نفرع ما بين أن الأسعار تنخفض ولكن فكرة أنها أسعار موحدة يعني خلينا نتوقع أن يكون في تغيير طفيف في بعض الأسعار ما بين بعض المناطق يعني على سبيل المثال الأسعار في المدن والعواصم الكبرى مثل القاهرة ممكن تكون منخفضة نسبيا أكتر شوية من المحافظات الحدودية لأنه زي ما حديك عارفة بيكون في تكلفتنا لكن طبعا الفرق بيكون فرق طفيف جدا بيعكس تكلفة النقل لكن النقطة المهمة هي أن الأسعار سواء في القاهرة أو كافة محافظات الجمهورية سواء انخفضت بنسبة كبيرة السلع الأساسية انخفضت بحوالي 27% الأسعار كافة السلع بصفة عامة انخفضت حوالي 22% إزاي نضمن أن الأسعار تظل منخفضة حتى لو فيه فرق طفيف ما بين الأسعار السلع فيها المحافظات الرئيسية والمحافظات الحدودية هو عن طريق آليات الرقابة آليات الرقابة موجودة في مجلس الوزراء من خلال الدور المتابعة اللي بيقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هناك أيضا آليات جهات رقابية زي جهاز حماية المستهلك وزارة التموين وزارة الداخلية إلى جانب الدور الرقابي للمواطن من خلال التطبيق الإلكتروني اللي أنشأه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اللي هو اسمه رادار الأسعار واللي قام بتحميله حتى الآن حوالي 21 ألف مواطن وبيستطيع المواطن من خلاله الإبلاغ عن أي مخالفات في أسعار السلعة طيب إيه أهم النقاط اللي اتكلمتوا فيها النهاردة في المؤتمر إيه اللي يهم الناس جدا أنتوا قلتوا بخصوص الأسعار تاني غير ده أهم حاجة قلناها خلال المؤتمر الصحفي هو أنه يعني أوضحنا أنه مبدئيا أسعار الخبز السياحي تم الاتفاق على الأسعار تخفيض الأسعار بدءا من إن شاء الله من يوم الأحد المقبل معالي وزير التموين سيصدر قرار بالأسعار الجديدة وسيبدأ تطبيقها إن شاء الله بدءا من يوم الأحد الأسعار بتعكس انخفاض في الأحجام المختلفة للخبز بحوالي بتتراوح ما بين 30 إلى 40% في نقطة مهمة تانية مرتبطة بتأكيد دولة رئيس الوزراء أنه الدولة ستتابع خفض الأسعار أسعار الجملة في الحقيقة انخفضت بصورة أكبر من أسعار التجزئة بالنسب تتراوح من 30 إلى 40% وبالتالي هذا الأمر سينعكس خلال الفترة المقبلة على مزيد من انخفاض أسعار التجزئة السلع لدى محلات التجزئة وإن شاء الله يعني انخفاضات في أسعار لدى سلسل التجارية انخفاضات سنشهد انعكسها أيضا لدى محل البقالة الصغيرة خلال الفترة المقبلة